عقدت كلية الزراع بجامعة الإسكندرية ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي الندوة في ضوء مشاركة جامعة الإسكندرية في دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية كما ناقشت الندوة أهمية النشاط الطلابي وزيادة وعي الطلاب نحو المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي للارتقاء بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى خدمات وتوعية شبابها المبادرة تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المواطنين الأكثر احتياجاً والقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية وفيما يخص محافظة الإسكندرية في عندنا مناطق كتير فيها قرى أكثر فقراً ومناطق شعبية موجودة في ضرج العرب وموجودة في أبيس وموجودة في الحضرة الجديدة وفي أكثر من مكان وفي العمرية وفي ضرج العرب وطبعاً فيما يخص توفير الحياة الكريمة واندماج الشباب فيها بيوزعوا المواد الغذائية في المناسبات المختلفة وتوفير البطاطين في الشتاء بالإضافة إلى الحاجات التي تعملت بقى بصفة أساسية زي المستشفيات وزي المدارس ومراكز الشباب ويشوفوا الأماكن التي فيها كسافة سكانية في المدارس وتعملها مدارس بديلة والطرق اللي كلنا لمسين الخطوة دي الموجودة في كل محافظات مصر النهاردة جايين نوضح للطلبة ما تم فيه مبادرة حياة كريمة ودورهم التطوعي وإزاي يقدروا يخداموا بالمجتمع المصري والمجتمع السكندري بصفة خاصة نشغلين على ثلاث محاور أساسية المحور الأول هو القوافل الطبية ونزول القوافل الطبية في الأماكن الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسات مختلفة منها جامعة السكندرية الدور الثاني اللي بيقوم بيه قطاع الطبي هو متابعة الحالات وعلاجها بالبروتوكولات المبرامة مع مختلف الجهات منهم المجلس الأعلى للمستشفات الجامعية الدور الثالث وهو التنسيق مع الجهات أو المؤسسات اللي حبت تتعاون في القطاع الطبي وتقديم خدمات طبية مجانية لأهلين اللي محتاجين للخدمة الطبية النهاردة احنا في جامعة سكندرية في كلية الزراعة جايين نعرف الطلبة بدور مؤسسات حياة كريمة المختلفة في شطة المجالات وأهمية العمل التطوعي ويكون لهم دور فعال في المشاركة المجتمعية تجاه وطنهم وتجاه التحديات اللي بتقابلها البلد وأنهم يكونوا بدورهم فعالين وإزاي يكون مؤسر ويكون صاحب بصمة في وطنه ويكون كمان نموذج للأجيال اللي جاية أنهم يتشجعوا وأنهم يكون لهم دور فعال في المجتمع فكرة التطوع ابتدت بأن احنا بدأنا نعمل أعمال خيرية لأهلين في الشارع بتدينا برصد الأهالي اللي هي أكثر احتياجاً بتدينا نحن نوزع عليهم قراطين في رمضان نوزع عليهم أدوات مدرسية نبتدي نشوف مشاكلهم بتدينا في مجادرة إبدأ للمصانع عملنا كذا فعالية داخل الموسطة حياة كريمة